في أننا نفتح الشباك لكن الشباك هالمرة ما راح نفتحها على الحاضر إنما راح نفتحها على شيء من الماضي كل ما راح تشاهدونها الآن هو شيء من الماضي ولها قصة وراح نسمع القصة من صاحبها قلنشوف حكاية الصورة الأولى مع سياف الحارذي طيب خلونا نسمع تعليق السياف على الصورة هذه والصورة موجودة معنا الآن هذه طال عمرك نوحد وصواته جماعة سياف سم قبل ست سبع سنوات وش تذكروا في اللحظة ذيك محافظة بن عمر صورة جماعتين أخوي مرئ الحارثي سلطان بو عبد الله الحارثي ونعم وشلام طيب وش يتمثلك الصورة ذي هل لها يعني شيء معين والله ما لها صورة تصورتها مع أبو عبد الله الله يبي يضجع بس جيابك ما شاء الله لو شباب في الكترة سمون زوم على جيابك واضح أنك غني ما شاء الله مليئة ريالات كلها ريالات قد راحت يا رجع قد ضاعت طيب هذا كان تعليق سياف الحارثي على الماضي الجميل طيب خلونا نروح الآن ما بعد سياف إلا الجميل جدا عبد الله شلهيب دعونا نستعرض الصورة